جمهور يا ماء قارح يقرح جمهور يا ماء قارح يقرح لاجنة الوطن ضاحة وبطالة التضحياتة جي من كفح والحر يدشت لها فعالة جمهور يا ماء قارح يقرح حب اليمن حب أسطوري والعز حل ويترحالة كم يابها بيتي جمهوري توبنا التواريخ برمالة جمهور يا ماء قارح يقرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في برنامج جديد وفي أولى حلقاتنا لهذا البرنامج البرنامج اسمه البيت الجمهوري مخصص هذا البرنامج لمن فجر الحوثيون منازلهم لكي تعرفوا مدى إجرام هذه الميليشيا كثير من الناس يقول مسلم يكتل مسلم أو يمني يكتل يمني ليش ستعرفوا بس جزئية بسيطة من جرائم هؤلاء الحوثيين وهي تفجير المنازل مع أول حلقات برنامج جناء ستعرفوا من هو صاحب البيت الجمهوري لهذا الحلقة يا حياك يا شيخ خالد نورتنا وأهلا وسهلا بك قبل أن نبدأ الحوار معك نشاهد وإياك هذا التقرير مشاهد الكرام مع تقرير الأخ خالد ومن ثم نعود للحوار أخافوا من الله ارحموني ما أدفعنا ما في بطوننا لكم لا أنتم معاكم حائل مفلنا معاكم نسوى مفلنا حرم عليكم الجنة أنتموني وجنة أنتم جهالنا ونزاءنا أنا أتجاوموني حرم عليكم ما أتسوى ما أقوم نفجر ما أتفجروا ما في بطوننا لقيتم سلاح لقيتم ظلاب لقيتم خمرداخ يا نقمار ابني في طريق الله إحنا مساكن إحنا تظلمون نفسكم وتظلمونا معاكم حرم عليكم قالوا إحنا لحجم معموري إحنا عمرونا معموري ألي عمركم حسبوا وأمرها الله الذي رضى بهذا ولا يسترد الله يبدي منهم ويخرجوا من ديارهم ويشردهم ويشردهم ويشردوا المزاقين ويخرجوهم من ديارهم ويخرجهم بهذه الطريقة البربرية أخرجت ميليشيا الحوث الإرهابية أم خالد وعائلته من منزلهم في قرية بيت الذفيف بمدرية همدان تمهيدا لتفجيره تساؤلات وعلامات استفهام كثار طرحتها هذه العجوز عن أسباب ذلك لكنهم لم يستطعوا الإجابة عليها أو يجدوا أي مبررات لهذا العدوان الغاشم حاولت نساء البيت الاعتصام في المنزل والبقاء فيه للحيلولة دون تفجيره إلا أن فرق الزينبيات التابعات للميليشيا منزوعات الأنوثة والحياة والمتشحات بالهراوات والقصي الكهربائية قمنا بالاعتداء على نسوة المنزل وسحبهن بالقوة إلى خارجه مانعات عنهن أخذ أي شيء من ممتلكاتهن في أسلوب همجي تعصفي لم يره اليمنيون منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ثلاثة أمتار فقط تفصل منزل خالد حيدر الذفيف عن مئذنة مسجد القرية إلا أن مجاورته لهذه الصومعة لم تشفع له عند أدعياء صرخة النصر للإسلام فقاموا بتفخيخ البيت وتفجيره ما ألحق أضرارا كبيرة بالمسجد الذي لم يراح له حرمة تحول البيت إلى أنقاض وبدأت أسرة خالد المكونة من 25 فردا حياة التشرد والضياع والبحث عن مأوى بعد حياة آمنة ومستقرة لأكثر من ثلاثة عقود في منزلهم الكبير الذي يحتوي على تس عشرة غرفة ومجلسين بكامل أثاثهما في ثلاثة طوابق حيث بنى جده صالح الذفيف طابقين في العام 1985 وأكمل خالد وإخوته الطابق الثالث في العام 2007 تفجير المنزل جاء بعد حصار الميليشيات الحوثية للقرية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة لعدة أيام بقيادة أحمد أبو طالب وزكريا الحوثي وخالد حمزة وحسن مسعود ونشرت نقاطا في مداخلها واختطفت العشرات من أبنائها فيما تمكن خالد من الفرار إلى مارب والالتحاق بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني تاركا جامعته التي يدرس فيها إدارة الأعمال وشارك بالمعارك والانتصارات في جبهات الجفينة وتحرير الجدعان وفرضة نهم كقائد سرية في اللوى 72 وما زال مرابطا فيها مع أبطال الجمهورية بيت خالد كان مفتوحا أمام الجميع باعتباره أحد وجاهات منطقته وأحبهم إلى أبنائها وهذا ما دفع الحوثيين إلى تفجيره كما فجرت في ذات المنطقة منازل الشيخ قناف القحيط والعميد خالد الجماعي وأحمد ضيف الجماعي وإبراهيم عزان ومحمد سعيد حرمش بالإضافة إلى 151 منزلا في عموم محافظة صنعاه ممن ينتمون للصف الوطني وينحازون للنظام الجمهوري من عمبك شيخ خالد أسأل الله أن يكتب أجلك ويحفظ والدتك طيب أنت عندما فجر البيت أن كنت وكيف تم تفجير البيت تكون لنا تفاصيل أولا شكرا لقناة سهيل على استضافتنا في هذه الحلقة وأعلامها الرائع بمحمد الحاوري وكادرها العلامي أما بالنسبة للتواجدي وفي تفجير البيت كانت هذه البداية بزعافة حتى أبناء القادية تكاتلوا إثنين من داخل إسره وحاولت أن أحل المشكلة فسافرت به إلى الخارج إلى الأردن وبعد طلق ناري وخريتها حتى عيني ثم مكثفي الأردن ما يقارب شهر وأخرجت منها إلى البلاد ثم أول يوم أوصل إلى البلاد إلا أول اتصال من مندوب الحواثة أو من هو هذا يسمى أبو علي قلبون أول ما أوصلت إلى الأردن ما حصلت؟ وصلوا الناس في جابر وحاولت المشكلة حول ما فعلت ما فعلت تقارير ما ضلعت ما فعلت ولا تصال في التواجد الناس يقول ما لك لك قلت ما أبلغا قلت ما نجعه بهذا ندري أبو مقايد أو بوصالهم يعني الرقم مجهول ما تعرفه ولا يجب؟ ما أعرفش ما أقل لك؟ قال لي أين قلت أنا قلت قلت جزيت ما عند التواعج جزيت من أردن سلمت ما فعلت قلت يا خبير نحنا بنعالج واحد سننا نسعف واحد سننا نسعف واحد قلتنا القرية التارية وابننا القرية التارية قالوا إذا لم تسلمنا تجي اليوم قلنا خلاص أكمل المشكلة اليوم والثلاثة والجيل عندهم تمام كملت المشكلة الثلاثة والأربعة هي وصلنا إلى حل مع مشايخ القرية هو قد بدأ يهددوا بتفجير البيت يعني في الاطصاء؟ ما بالله يسلمنا في سكعة ما قد ما أحش متلول لهذا ما أحد منتبهه لا أحد منتبهه ولا أحد يفعل هكذا ولا أحد ولا أحد منتلونه ويفجروا بيوت يعني في بدايتها بس تهديد إنه إذا لم تأتي الخبر ثاني أو كذا الخبر ثاني وانت فعلت ما بش حاجة فتواصلوا مع مشايخ المديرية وعلى بنا سلم نفسي قلت بالنسبة لسلم نفسي لأ المشايخ همدان طبيعيهم أخوتي إذا يبصروا قضية ما فعلت ما أسويت ما بش حاجة لأن إحنا قاموا منعناهم في الخطر الأسوادي عندما قالوا خطر الأسوادي مش هواد الناس هاد حاجة كديمة من 2014 2014 ما بش حاجة إحنا قرروا الناس كله متفقوا على بنا الرجال رح لك من البلاد ولتحق مارب هذا هرب لك مارب ولا سيدي سعودي ولا سيدي وخلاص هذا الاتفادة تفلت بيتي أفلت حقي أخبر ما يصلحش ليش تنفوني يعني اش فعلت ما فعلت حاجة لما تنفوني قالوا الله مستعى ما بالله هذا الحل ما عشي سلمت نفسك قلت بالنس ولا سلم نفسي ما سلمش نفسي لو قلت انت السفل القبيل بقول لا ماشي قال الله يوم الثاني ما وصلت مارب ما وصلت مارب طيب هلو المشايخ الذي قالوا لك وضمنوا على هذا الخبر ما يحد يتصل لك ولا شي اتصلت بهم أنا قلت الخبر فيه وفيه قالوا ما يمكن يفجره ولا يفهو هذا حتى من أحد المشايخ الكبير همدان قال ما شو يتنفعش يفجره ولا هذا بيت يصفحه ولا يتصفح هذا الخبر ولا تصطق ولا قلت خلص كلت بالهم قدو بمحاصرين لا قالوا الواب بس في عام تفتيش فقط تفتيش فقط تفتيش قالوا بمضيما في البيت قلت الناس مرين فتشو الوالد في البيت راقت داخل البيت و الاسر قم لداه أهل البيت قلت في الوالد قلت من اداخل البيت فيقراء قراء من بعد الفجر وصلت له قلت في الم حاجة لا قدو مسمع يعني ما بهش داري ماء حد قد دخل البيت ما بهش داري ما بهش خاليب صرت قومة وصلاته بمدرعه ودعه آبوك بيقله ايه وتسكخر رحلك منها هناك أخرج لا يوجعوك أحد قال ما يوجعني ما أفعلت بهم ما سويت بهم انا شهير والذي اتصل لك الحوذ ياتي رجاء نفس الرجاء ما لي هاتي ذاك أول ما جيف منه أردن لا هذا ثاني واحد ثاني وأعرفهم بالطبع تعرفيه أعرف هذا وهذا وأعرفهم كلهم ولماذا لم أدت معهم؟ سيادة أمنية هدى والأيام المقبلة إن شاء الله والملفات وإحنا معنا الدولة إن شاء الله تتحكم الدولة فيهم إن شاء الله لن ننتقم من أحد معنا الدولة إن شاء الله ضيب بعدما خارج أبوك قلت له أنه ميشي له؟ خرج إلى أقرب بيت هو ابن عمه دخل البيت باب يتصل لي قال لي إذا هنا خبرك كيفية أسلم نفسي قلت طويل أنت أخبر جاء المشايقة أبناني أسلم نفسي مشايقة القريبة فأسلم نفسه لما يطلع الوالد ما دم قد سافر للخارج أو السعودية أو الماربة واب يتصل بي قال أسلم نفسي قلت والله أنت أخبر بنفسك كونه بعدما فعلت الأعمالة القلب المفتوح تاعب عند الضغط عند السكر عند ذا قلت ما يتحمل الله يجفيه وعافي خرج الحبس ولن تحاول الحبس خرج لك هين ما وقعه وما يشويه على فعله والوالده والنسه والله داخل البيت ما حتى ربهم ولا شيء ايوه؟ وصل الخبر الأعداء وقلتوا بيبسونا أطاعتكم والله ويهزروا الأبواب والبوابات الخارجية حزروا ها والله بنبارده بعدما خرجوا بك؟ قد خرج الرحلة أمك داخل؟ قلت جاهل كل الناس داخل ويبسروا مطيقا معا بك كيفك قالوا ما أبلو خرجني نفتش ما أتفتش قالوا نفتش اللي قالوا الآن قد جين زينبية ولا ولا؟ عادهم قد نفتش الطريق ايوه؟ قالوا نفتش قالوا نفتش ونحن نكوزر داخل البيت ما نخرج قالوا ما نخرج قالوا ما نخرج قلعه؟ قلعه؟ قلعه وابة الخارجية فتاعنا النسوان حقا الجيران والتصالات وقعتنا العائلة والذارة خارج من عسرهم وذي وقلنا نجي حقو سبعين مرة مرة قالوا اللي لا تفتشوا ولا تدخل البيت النساء؟ ايوه قلوا انو ما تدخل البيت ولا تدخلوا من البيت هذا فلا بما بلا يخرجوا ولا يخرجوا جاء بعضا المشايخ يسمى فوش المشايخ وذي حلوه قضيه على من انه متخويفة شوالبيت وانه نسوان وانه قد احوديه متحرق معها باص مالا متفجرات متفجرات وباص مالا نساء يعني متفجرات قضيه جاهزات قبل ما يدين نساء هالالطاق مالان لايش ما اخرج نشان نسوان داخل البيت لابتوصال الطاقم ها حمل متفجرات ايه متفجرات كبيرة بيقول لها الولد الزغير بيقولها لا بص هو عقم دي ماهن انا ميته ماهن بيقول لهم ويلا عجوك قعت ما داموا فيها تلقرح ما داخلشها متاخر بيتي وانا الشهيدة هو دي ماهن والدتك الله يحفظها لك رغم اني ما دفم حاجة يمكنني الله هي حافظة قلوبة الله وحد واوك الزغير والله انها افضل من الذي قرن بألف درجة الله يحفظها من خلال كلامها ونعم به الله يحفظها لك فوصلوا ووصلنا تكاتلنا هو نسمه جينها الزينبية تبرا يوسموهن اوهن اوهن اظن ان كان ضاب 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 ثروب وادم بمع وصابتهن واحد بال وصلينا زينبية ايه بالهراوات اذا شيخ خالد قبل ما نخوض في تفاصيل وصول الزينبية حق الحوذية الذي ما عندهناش عليها ولا الشعب اللي من يعتاد على هذا الاخلاق والسلوك اش رايش نخرج هنا وانت فاصل نخرج فاصل مشاهده الكرام ومن ثم بعد الفاصل نشوف اش في عدة زينبيات بام خالد واخواته البيت الجمهوري مشاهده الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد كنا قبل الفاصل نتحدث عن وصول الزينبية وزينبية هذا اللي ما يعرفش الزينبية هؤلاء نساء جند هنا الحوثي وصلاحا وبسم الله الرحمن من اول كان الحوثيين يستغربوا على الذي بيدرسوا بناتهم ويقولوا ما اي صاحب في الحين قد جردوهن من كل شيء وخلوهن عسكرين ويقاتلين الزينبية وصلاحين افرح الماء بعدين ما فعلين هؤلاء الزينبية وصلاحنا الزينبية تكتح من البيت رأسا كم كان عددهن؟ الى من ثلاثة الى خمسة الى بنات وعنا الهراوي حكيهن حكيهن الذي كان قوات خاصة هؤلاء اولا قبل ما انت تدخل في الدي هل كنت تعود على نساء يقاتلي؟ يعني في عادات الشعب اليوم ما رأيك؟ عندنا عيبة سودة في البيت عيبة سودة ندخل المر حتى وقت قتل زوجها خارج ما عيب يقتل زوجها المر ما تدخلش لا بينها الاخواخوه ولا بين العدوة والاخر هؤلاء من انجول لنا هؤلاء؟ هذا عمالله من اي كوكب مشروع حتى من الانس حولها شوئيه غجر ما ننصرش نصفهن فوصلنا للمنزل قصران من قرابة عشرين مسلحات اي فوق الباص والنس الرباء والنسوان خائلن خلاص يدخلن النسوان يعني قصرهم يا الله خجلوا منهم مش كون داير من النسوان اولا خاصة من الرجال بسو كون النسوان داخل اي تفاهمين الله وعسى ان الحوات الخارجين الرجال اللي بيسمون نفسهم الرجال انهم يستحوا عن أنفسهم يقولك ما تشير يدخل لفتش يدي نساء فلنفتش فما دخل النساء وانه وصلنا يصحبن هنا خارج حتى والدتي اني دافعت عن نفسها شوية وضربناها في العمود حتى الان متأثر بهذا الضربة بايش ضربوها؟ ضربها من هذا العصاحك الكهربة صاحك الكهربة؟ اعود بالله من هنا يبكى أسابع سرحن على الفراش حتى اليوم لا حتى الان مريضة طعبة اي ده سير وتجي ما بيش حاجة مسافر بسيضه وترزي العمود الله يشفيها ويعافيها وينتقب ممن اعتدى عليها حصبي الله نعمل وكيل واعتدوا على غير والدتك؟ اعتدوا على البنات وده وهزور هزرنا البنات بعدها تدخلوا حتى تدخل سير حكم الرجال بعدها تدخلوا يعني أمد مع هزرين النسواب ودخلوا الباقين المصيبة بس حتى في القبيل والدي كان أحد مشرفيهم يتعابو علي ومن هو ويوصل يدبع وشي اني أدخل فتش وأخرج زوجة أخي محترم ودعبت كل يا أخي لو سمحت فتش ولا قرق وفعل مش تايت خليني أدخل بزا ذهب حكي ولده وفعل دي شو قل يخطي وشي وأخطى الله إننا ما أفعل لا أفتش ونخرج دخل الرجال ما أفعل يجي عشرين دقيقي وهم راعثها على الباب يخرجوا وهو بيركب؟ وهم بيدخلوا تبات الغاز والهدار تبات الغاز يعني اللي بيفجروا بان؟ تبات الغاز ايوه يفجروا البيض بدبات غاز؟ يدخلوا على الغاء ويفكوا تبات الغاز على مارة بين النساحة ويغلقوا بواب كامل ويخرج يرمي من خارج أو يشبك والبات ينفجروا في راعينا ننسى خارج على ما عندهم في الحوش؟ ايوه فيها بالباب خرج الله يقول لهم سبوهن واذا قلنا خرجنا ما بيش دخل لهذا الان يتفجر البيت خلنا نقول يا أخي تقل الله كل شي داخل الذهب المتلكات؟ والله حتى الملابس داخل معهم لا موهمهم من العائلة ومين الناس كلهم البيت كامل ما بيش معوا ولا حاجة ولا خرجوا اي حاجة اثاث بذهب بثلوس حتى الملابس قلت لهم ما بيش حتى ما قالوش الناس انوا يجوا يفجروا ما قالوا لهمش؟ ما لا حتى حاكم حاكم الله قلت اللي بفاجه وابنا قلت همدان خاصة قريتنا بيت الثفيف الوسع المالذي معاهم ماش متوكعي ناس محترمين ناس مخلقين يقول لك ما يوصلش لها لحد تفتير ما هو تفتير حتى العائلة انتواصلوا بناس قلن يقولوا ما بش يجي يفتش و يروحو لهم ماش متوكعي صح؟ ما بش فعله تفتير ما هو تفتير ما بش فعله تفتير ما بش فعلش في اسرائيل هكذا يجي يفتجر بيت عمره ابو كجة التكوان تودام لما توصلت البيت يجي يقرح هكذا في دقيقة هكذا ولا في دهنة اي بحش هذا يجينا نحا بايب الان خارجين؟ خرجنا خرجنا هذا كلك في ذي كان الصبح بعد الظهر؟ قبل الظهر الهدعش وقعد قارح من تسع الى عشر يعني حدود ساعتين؟ ساعتين بيجهزوا و يرتبوا و يخرجوا الناس بايب الان اين والدتك و خواتك و زوجاتك و أخوتك اين هن على بعد كم من البيت؟ خرجوا هن؟ خرجنا الى خارج الحوش جمجارنا بس حتى المشرفين حقهم و دي هابي بدلا ما يقول هذا خرنك هذا ولا شيء يقرح البيت يسبوهن و يتي كلام يسبوهن يسبوهن و يتي كلام مشروسة بر انتين 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 خرجنا الى خارج به صاحبنا مع السيارة هناك جبه الباب تتوقع من قبيلته هذا رغم ما هو لا دخل مدرسة اظن ما شو حافظ ولا ألف بيت ايك من القبيل الذي فيه تشغل السيارة حكوه قلب هابي الباب قالت حقوه الباب و قلب السيارة الله يحفظه هذا هذا الادمي والله و كما احسب لك انه مجاو سلم و فو سم مقابل خالد هذا الان و يجي اخو برب ما يصلحش بغم انك تسرد على الاتفاق هذا انه يزير لك و خلاص نسال من الناس لا اعرفش حاجة خلاص نخرج و من بس لي خرج اها هذا التفاصيل كلها كان يقولوه عليك في التلفون انه ادخله و المدخله المدخله علمه و كله و ما درت ينتباه إلا فيه ما بعد ما درابه إلا بعد ما جيت لعندي اها أمك ثلاث ثلاث سنة الله 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 عندي و قادة يتخبرني و هي العمود و قالت و اللي خبت عنك علشان لا مشاعرك تتعلمك بايشي ايو لا تتعلمك شو ويتخلل نحن بنهم وكبيوت طيب أنت بعد ما قرح والبيت كيف كان شعور العطفال والنساء والوالدتك وهو بتشاهد هذا المنظر والله شعور كأي إنساء مؤلم هو احتاح يوني الشقري بيتبزن بينات دجاجي وثناء قر وتصيح لها أنا كاوية دجاجة ما بقى لك في بيت ولا ودم ولاحمة ابناء عدم ما هو شيء أبقى هو البيت كيف هاي فتجل البيتنا هذا؟ كيف الحكاية؟ حتى من أنه كانت بس الوالد الصغير بنا فيه واحد صغير يقول يا عندنا إنسان فاتقل نفحط رباقى بيشت والباقى بيقول يا مخرين نفحط رحلنا يعني رباقى الناس بها عباش حتى قرحوا دا فجعوا الأطفال الرماين من هنا ومن هنا ومن هنا حسب الله حتى خرجوا خرجا المسمى هالبابنا حكنا الناس سالوا كذا ونس كذا هذا دا يفجروا خيوط سحبوا خيوط لا خارج سحبوا الخيوط مسافة كم يعني والأولاد وزوجيتك وأمك وزوجيت أخوتك ويتفرجوا عليهم هم بيفجروا بس خرجوا ما قال بخمسمائة المتر خلاص ما عباش خايدة بس هم بيتفرجوا ولا قد دخلوا بيوت بيتفرجوا بيشوفوا البيت وبيقرح في التقرير والصوايح والباقى توقعوا وقعوا القارح ويحين تصلوا لك أنا ويحين وصلوا لك الخبر انوا قد تفجروا في نفسك أنا من المزمينة تتصل بي قلت يا مسلمت نفسك وماشي قال قد تكملوا قلت ما أكملوا قال قد رحوا البيت قلت قد رحوا البيت مع ذاك قال قد رحوا البيت مع ذاك يعني كنت طبيعي هذا يفتل وغضان هذا يفتل بلاد هذا يشيتي لي معنويات الله يحفظه أبوك الله يحفظه الله يحفظه هو موجود أنا معك الآن في الالده الله يحفظه قال الالدهما شواء هذا وهذا مدي معا قد تكملوا الناس قد تكملوا ما عمش حاجة لم أسألهم نفسي وأنت كيف كان شعورك أنا والله شعوري ما يقولوا مجنن ولا لو تحدث عن شعوري شعوري إن أنا تخيل لي مش أنت متوقع من بيت ناس يفجروا بيت من هذا الجانب ومن الجانب الآخر كان بحاجة ضغط نفسي علي قد رحل البيت صلينا على الحمد الله ما بشي ما هو مضب إنه خلنش يولدوا عند ابناء المنطقة كبيلة همدان وبيت ذاهي إنه ناس أكثرتهم أحرار ومع الدولة ومع الجمهورية ومع حتى مسابق من ثم ما توقعوش استغربو استغربو ويقولو هاي فالحكاية فأنا اتصلت بالوالد وحتى تصلي من حكوهم الحواثة وخينو بيتهتد أو ذا بعد ما فجر؟ في حاول التفتي إذا نسلم نفسك ما يقرحوا على البيت قلت 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 قل ما عليك يتحقوش البيت أصغب والحمد توقعنا هذا الخبر خمب الناس جاهزين اني وقالت له وذا كنا لن وصل الناس إلى حاجة يعني دماغكم أغلى أغلى من البيت هذا والقريب كله الله عنهم منهم يبكي بكهر ووضل وذا قلت لله البيت هو بيتي ويتكتر له وقع حكذا الحمد لله وهذا بعد الظلم هذا بأتي الفرج بإذن الله باقي من المزمة اني اتصل حتى المشرفين حقا الحوثة وبيقول لي قال الذي يروحول البيت أصحابكم همداء حتى يفعل فعله وشي يستطيع فعله يشي فعله وفي ما بيننا وانت من تحمل المسؤولية انا احمل المسؤولية الحوثة عرسم عبد الملد الحوثي شخصيا وابو علي الحاكم محمد علي الحوثي أما الباقين هم أدوات حتى الذي جوا معهم المشرفين حتى اليوم من المشرفين حضر يسمى أبو علي حتى اليوم ما أخفهم خفهم أعرف ناس أكثر من ثالث المشرفين أخفوهم لا حتى الآن أخفوهم ولا حتى لينهم لأنهم عادات استخدموهم ويصغفوهم أخفوهم أمور ضيبة وكل واحد بأخذ جزائه إن شاء الله إن شاء الله يقولوا البدوة تعلمنا من مارب إنه يقولوا هدايا البدوة سلاف أيوة ما تموت العرب الله متوافى متوافى ونعمبك شيخ خالد أصلا الله نكتب أجرك ويعوضك وعني ينصرنا قريب بإذن الله كيف تشوف أنت المعنوي عندك إنما مصر قريب بإذن الله يا أخي الله الله مستعان يا أخي اليوم اليوم أنت أولو ما لك 2011 2014 و15 مفجر والبيت وحنا أخي في 26 إن شاء الله في مارب اليوم الحمد لله القوات على بابة صنعة على بابة صعبة على بابة الحديدة وإن شاء الله أسلوما الخارجي مع الحوثي تسلم وكيف تكمل والناس وأبشرك إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله يمكن تكمل الحلقة تلافصنا بإذن الله فإذن الله الله يبشرك بالخير يا شيخ خالد يكتب أجرك إذا نصلنا أختام الحلقة معاك دقيقة توجه بها رسائل لمن تحب بالفضل أول رسالة للجيش الوضني في جميع ربع اليمن ما تقول لهم أحيهم أحب أكتامهم و بسمه الله للتحالف العربي والرئيس الجمهورية ونائبة ودوات رئيس الوزراء وكل الوزراء والقاعدات والمخلصين من هذا والجيش الوضني يعني رسالتك لهم أنه تحياتهم 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 يشتوا ويكملوا الناس حتى نكمل ما تبكى من اليمن وتحريرها بإذن الله إن شاء الله مشكور شكرا شكرا لك أخي خالد وكانت حلقة مميزة أسأل الله أن يكتب أجرك يا أخي ويعوضك عن ما ضحيت وبإذن الله قريب قريب يستعد دولتنا بإذن الله ودبني بيت ويقعد بيت الجمهورية الكبيرة ليهو يضم اليمن كله بإذن الله إن شاء الله لا يسعونا إلا أن نهديك درع البيت الجمهوري مقدم من قناة سهيل كأقل واجب تجاهكم وما يقدر واحد ينصفكم من تو إلا الله بقى ينصفكم إن شاء الله هذا الدرع مقدم لكم امتظل وهذا أشرف من من معلماتك الله يحفظك تعاليك وجه هكذا مشكور أخي خالد شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم وهكذا التضحيات كل المناظرين هؤلاء ضحة ولا زالوا مستمرين في الجبهات هذه دعوان لكل منهم في البيوت اللي يلاقت ضحة ولاقت إنهم يتقوا الله في وطنهم ودينهم وجمهوريتهم ومثل ما هؤلاء ضحة أو ثبتوا إنهم يكتدوا بهم بإذن الله قربة الفرج بإذن الله أقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة ومع صاحب بيت جمهوري جديد في أمان الله وحفظه جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح لجنة الوطن ضحة وبطالة ما تضحياتها جي من كفح والحر يتشهد لها فعالة جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح حب اليمن حب أسطوري والعز حله ويترحاله كم يابها بيت جمهوري ويتوبنا التواريخ برماله جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح